فهذا رد ثالث على الإباضية عموما وعلى المدعو مسعود المقبال خصوصا يقول في الدقيقة الحادية عشرة الثانية السابعة والثلاثين يقول والواقع أن الذين قتلوا عثمان هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قتلت عثماني أم الزمل هم الصحابة وبعد ذلك قرى أثرا من كتاب التاريخ لابن الأثير وهو كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وقرى أثرا عن عبد الرحمن بن عديس البلوي وكذلك قرى عن زيد بن صوحان من كتاب تاريخ الطبري وقرى عن حكيم بن جبل العبدي وزعم هذا الإباضي المنحرف الضال أن الصحابة هم الذين قتلوا عثمان بن عفان معتمدا على هذه الآثار أولا جميع الآثار والقصص التي رواها بعض أهل السير والتواريخ في أن الصحابة أو أحدا من الصحابة كتب إلى من بالأمصار يدعوهم إلى الاجتماع على قتل عثمان أو على الخروج عليه كل هذه الآثار التي نقلت كلها غير صحيحة لأنه لم يشارك أحد من الصحابة لا في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا في التحريض عليه وهذا كلام أعظم علماء التاريخ على مر التاريخ كل أثر أو قصة وردت في أي كتاب كان تحكي بأن أحدا من الصحابة شارك أو حرد حرد على الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه كل هذه القصص والسير باطلة التي بهذا الشكل والذي قال ذلك من أعظم أئمة الإسلام يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في الجزء السابع عليه رحمة الله رحمة واسعة في الصفحة 182 هذه الصفحة يقول رحمه الله تعالى وذكر ابن جرير من هذه الطريق أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه يتكلم عن هذه الآثار التي فيها أن الصحابة كتبوا من المدينة إلى من بالأمصار للقدوم على عثمان بن عفان لقتاله قال ابن كثير بعدها مباشرة قال وهذا كذب على الصحابة رضي الله عنهم وإنما كتبت كتب مزورة عليهم كما كتبوا من جهة علي وطلحة والزبير إلى الخوارج كتبا مزورة عليهم أنكروها وهكذا زوروا الكتاب زوروا هذا الكتاب على عثمان أيضا فإنه لم يأمر به ولم يعلم به أيضا إلى آخر ما قال إذن أي أثر أو قصة وردت في أن أحدا من الصحابة شارك في قتل عثمان أو حرض على قتل عثمان أو ألب الناس من الأمصار والبلدان للاجتماع لقتال عثمان أو الخروج أو الاعتراض عليه كلها باطلة وكذب ولذلك حتى ابن الأثير الذي نقل عن هذا الإباضي المنحرف الضال نقل عن هذه القصة رواها ابن الأثير في كتابه الكامل بصيغة التمريط كقولهم حكية وروية وقيلة كما قال ابن الأثير وقيلة وهذه من صيغة التمريط التي تدل على ضعف الأثر أو الإسناد لكن هذا الإباضي لا يعلم شيئا عن علم الإسناد والرواية أو الدراية لكن السؤال قد يسأل سائل لماذا ينقل بعض علماء التاريخ هذه القصص التي فيها ضعف وبعضها باطلة أو مكذوبة لماذا يفعلون ذلك؟ يجيبك على هذا السؤال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تاريخ الطبري وهو من أعظم الكتب التي أرخت للإسلام في المجلد الأول في مقدمة الطبري رحمه الله تعالى لتاريخه وقال علماؤنا كل من أراد أن يفهم كتابا فعليه أن يقرأ مقدمة صاحب الكتاب لأن هذه المقدمة كالمفتاح لما كتب هذا العالم ولكن هذا الجاهل الإباضي لا يعلم كل هذه الأمور من العلم لأنه إباضي في الصفحة اثنين من تاريخ الطبري في مقدمته لكتابه يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى الصفحة رقم اثنين يقول وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيها والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه يعني أنه نقل الأخبار وأحال إلى الأسانيد فنقل الآثار والقصص والأخبار بأسانيدها ومن أسند فقد بري وقد سلم كما يقال إلى أن قال واستمع إلى هذه النقطة المهمة جدا التي تحل هذه الشبهة وتزيل الإشكال قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعدها فما يكون في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنا في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا وأنّا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا إذن يعتبرون هذا من باب الأمانة العلمية فينقلون كل ما رؤيت إليه من الآثار ولكن من باب الأمانة يأتون بالأسانيد فيأتي العلماء من بعدهم ومن جنسهم فينقحون هذه الأسانيد فيخرجون الصحيحة من السقيم والسقيمة من الصحيح وهذا معلوم عند العلماء ولكن ما يعلم هذا الإباضي هذا العلم أصلا وذهب بعد ذلك يثبت من كتب ابن حجر ككتاب الإصابة وغيرها من الكتب أن عبد الرحمن بن عديس البلوي صحابي وأن زيد بن صوحان صحابي وأن حكيم بن جبل العبد صحابي والبحث الآن ليس في هذا وإنما البحث أن الصحابة هؤلاء أو غيرهم لم يشاركوا في قتل عثمان وأنما ورد من السير والقصص التي فيها المشاركة أو التحريب بالنسبة لهم على قتل عثمان أبطلها جميعها ابن كثير رحمه الله تعالى وعلماء الإسلام وانتهت القضية ثم أمر أخير في هذه النقطة في اتهام الإباضي المنحرف لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم قتلوا أو حرضوا على قتل عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال إن حكيم ابن جبلة العبد صحابي من الصحابة وذلك في الدقيقة رقم عشرين من رده الباطل وقرأ من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله تعالى ليثبت أن حكيم ابن جبلة العبد من الصحابة والذي قرأه من كتاب الاستيعاب ليثبت أنه من الصحابة رد عليه وهو لم يفهم لم يفهم ولن يفهم طالما أنه كان بهذه العقيدة وبهذا الشكل لأن ابن حجر رحمه الله نقل عن بعض السلف أنهم قالوا ما رأيت من ذي بطن يعقل إلا الحسن فهذا الرجل لا يعقل المهم قرأ وقال واسمع إلى ما قرأه بنصه وفصه قال قال ابن عبد البر في الاستيعاب حكيم ويقال حكيم ابن جبلة كذاب المكتوب في الاستيعاب حكيم ويقال حكيم حتى لا يعرف يقرأ ولا يعرف يضبط المهم قال ويقال حكيم ابن جبلة هكذا قال إلى أن قال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم له عنه رواية هكذا يقول ابن عبد البر فيما قرأ هذا الإباضي قال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم عنه رواية ولا خبر يدل على سماعه منه ولا رؤية له فلما وصل عند هذا الحد ولا رؤية يعني ولا رأى النبي عليه الصلاة والسلام اضطرب الإباضي وذهب مباشرة مسرعا إلى ما بعدها من الجملة وهي وكان رجلا صالحا وكررها مرتين ليعمي الجملة التي قبلها ولا رؤية له أي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه ولم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فذهب قال وكان رجلا صالحا وكان رجلا صالحا فكرره ليعفي الأثر عما قبله هذا الكلام من أدل الأدلة على أن حكيم بن جبل العبد ليس من الصحابة كما يرى ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب من نفس الصفحة ومن نفس الجملة التي قرأها أما قوله أدرك النبي فليس كل من أدرك النبي صحابي ولكن هذا لا يعلم ليس كل من أدرك النبي يعتبر صحابيا لأن زيد ابن عمر ابن نفيل رحمه الله تعالى أدرك النبي وأدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وليس من الصحابة بل هو من المخضرمين لأنه أدركه ولكنه لم يلقه لما نزلت عليه الرسالة فهذا الرجل لا يعلم شيئا أصلا ولذلك أكد ابن عبد البر فقال قال ولا أعلم له عنه رواية ولا خبر يدل على سماعه منه ولا رؤية له قال وكان رجلا صالحا ولم يقل كان صحابيا ولم يقل ثبتت له الصحبة لأنه يعلم أن هذا الكلام لا يدل على أنه صحابي قوله أدرك النبي أدرك ويعني أدرك وقت وزمن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عرف علماء الإسلام الصحابي فقال هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقولوا كل من أدرك لأن من أدرك النبي يحتمل أن يكون أدرك زمن النبي ولذلك لم يقل ابن عبد البر أن حكيم listener جبل العبد من الصحابة أصلا وإنما قال هذا الكلام فقال هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولم يتخلله ولو تخللت ردة على الصحيح وهذا كلام علماء الحديث وما يدر هذا الرجل بهذا الكلام وهذا أيضا كلام الخليلي وهو الشيطان الأكبر للإباضية وهو الذي أدخل المذهب الإباضي الخبيث الباطل وهو مذهب خارجي جهمي صوفي يكفرون الصحابة كما سنبين بعد قليل من الأدلة ومن كتب الإباضية ويتبرؤون من علي ومن عثمان ومن جمع كبير وغفير من أصحاب بل من غالب ومعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم أعرف الخليلي هذا الخبيث الصحابي قال مثل كلامنا ولكن ربما لم يحضر هذا التلميذ ذاك الدرس من شيخي في تعريف الصحابة أما الصحابة فهم الذين دافعوا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أيما دفاع ولكن عثمان حلف عليهم أن يرجعوا إلى مساكنهم لأن عثمان كان لا يريد أن تراق أو يراق دم صحابيه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسببه وصبر على ذلك لما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذ من رواية عائشة رضي الله عنها بإشناد حسن قال قال النبي صلى الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقان على الحوط أما اتهامه والسبب في اتهام هذا الإباضي الخبيث لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا بقتل عثمان ابن عفان أو التحريض عليه رضي الله عن جميع الصحابة وعن عثمان ذي النورين وأرضاه السبب في ذلك أن الإباضية هذه الفرقة الضالة يكفرون الصحابة إلا أبا بكر وعمر ويتبرؤون من الغالبية العظمى من الصحابة والتبرع عند الإباضية هو التكفير كما سأبين لك من المصادر الآن يتبرؤون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا كتاب السير والجوابات لأئمة وعلماء عمان تعليف قال الأستاذ الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف إباضية امرأة طيب في الصفحة رقم 311 من هذا الكتاب من الجزء الثاني من هذا الكتاب 311 الصفحة رقم 311 من الجزء الثاني ذكر أصحاب هكذا مكتوب من يبرأ منه من أصحاب رسول الله حتى ركاكة في اللغة وغيرهم من الرجال المسلمين ذكر أصحاب من يبرأ منه من أصحاب رسول الله أو من يبرأ منه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الرجال المسلمين قال ومن دين المسلمين ويعنون بكلمة المسلمين أي الإباضية وكأنهم يكثرون غيرهم ومن عداهم قال ومن دين المسلمين البراءة من عثمان ابن عفان من دين الإباضية البراءة من عثمان ابن عفان بما ذكرنا من إحداثه ومكتوب أحداثه ومن إبرائه لطريض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفيه للمسلمين يعني نفيه للخوارج ونفيه للمسلمين وحكمه بغير ما أنزل الله وكذبوا في هذا الكلام والبراءة من طلحة ابن عبيد الله ولا يكتبون رضي الله عنه لأنهم يتبرؤون من هؤلاء الصحابة والبراءة عند الإباضية هي التكفير كما سأبين قال والبراءة من طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام ببغيهما على المسلمين يعني على الخوارج يعني وطلبهما بدم عثمان والبراءة من علي ابن أبي طالب بتحكيمه الحكمين وقتله المسلمين على إنكار ذلك يعني قتاله للخوارج في النهروان والبراءة من معاوية ابن أبي سوفيان بطلبه بدم عثمان واغتصابه الإمامة ومحاربته المسلمين وبغيه عليهم والبراءة من عمر ابن العاص بدخوله في الحكومة والحكم لمعاوية بالإمامة والطلب بدم عثمان ومحاربته المسلمين والبغيه عليهم والبراءة من عبد الله ابن قيس أبي موسى الأشعري بدخوله في الحكومة فهؤلاء يتبرؤون من معظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والبراءة عند الإباضية استمع إلى كتاب الذهب الخالص كتاب باطل للإباضية ما معنى البراءة عند الإباضية هي التكفير واللعن والسب والشتم والبغض وبعد ذلك كله يتهمنا هذا السمين بأننا نسب ونشتم وهم يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معنى البراءة عند الإباضية من كتاب الذهب الخالص ومن شاء أن يراجعه وموجود على صفحات الإنترنت بي دي اف وموجود في مكتباتهم كتاب الذهب الخالص الصفحة خمسة وربعين وفي نسخة الصفحة تلاتة وستين قال معنى البراءة عندهم لغة ثم ذكر شرعا وهذا ما يهمنا شرعا عندهم في شريعتهم هم وليس في شريعة الإسلام قالوا والبراءة شرعا البغض والشتم واللعن للكافر لكفره فالبراءة لا تكون إلا للكافر لكفره فيشتمونه بسبب كفره ويلعنونه بسبب كفره فهذا معنى البراءة عندهم إذن الإباضية يكفرون علي ابن أبي طالب ليس كما كذب هذا المجرم الإباضي الإباضية يكفرون عثمان ابن عفان الإباضية يكفرون معاوية ويكفرون أبا موسى الأشعري ويكفرون عمر بن العاص ويكفرون كل هؤلاء الصحابة الذين ذكروا لأنهم يتبرؤون منهم كما ذكر في هذا الكتاب وفي الصفحة التي قبل قبلها صفحة 307 من هذا الكتاب الضال المنحرث الجزء الثاني قال فهذا دليل على كفر علي يعني ابن أبي طالب وضلاله على كفر من؟ علي رضي الله عنه وضلاله وصواب أهل النهر وأنه روان وعدلهم أهل النهر وأنهم الخواج الذين تنبأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عند ابن ماجة بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب النار جاء هذا الإباضي فقال هذا الحديث الذي عند ابن ماجة ضعيف غير صحيح قال لأنه حديث أحاد قال وحديث الأحاد لا يحتج به في العقيدة كما هو معروف عند أهل العلم كذب حديث الأحاد يحتج به في الاعتقاد في العقيدة ويحتج به في الفقه ويحتج به في جميع أبواب الدين وهو خبر الواحد وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد في العقيدة وفي الصلاة وفي الصيام وفي جميع شرائع الدين لما بعث معاذا إلى اليمن فقال لمعاذ وهو واحد واحد قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إله أن يوحدوا الله هذه العقيدة فإنهم أجابوك وفي رواية البخاري أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوا لك أو أطاعوا لك بذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم أو على فقرائهم إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقبل من الواحد أن يبلغ العقيدة والصلاة والزكاة وشرائع الإسلام وهو واحد ثم من تناقض هذا الإباضي الخبيث أنه هو واحد مسعود هذا واحد واحد ويتكلم في العقيدة بل ويرد أخبار وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة يردها وهو واحد ثم يقول لا يقبل خبر الواحد ولكن كما قال شيخ الإسلام ما من مبتدع إلا وهو متناقض ويرد عليه من كلامه هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه